ده اللي نتناشي معه الدكتور مبروك ونسمعه مرحب حرك معنا يا فرح اشكرك وكل لحظة وأنتم في تمام الصحة ايه علاقة دينا بمواردنا من كيس السكر لماية النيل ابل ماقول بس عايز اهدي من يحدث في مصر من برنامج حضرتك هدية لجميع المسجعين والمسجعات اللي هما ان شاء الله بعد كم ساعة حيقولوا مدفع الافتار وانا اتمنى لكم سوما مقبولا وافتارا شيان يعني هو الله لا يتقبل من قصوم ولا تاكلوا لقمة هنية ليه ليه بس احطول العلم القواعد تقول كده الله فيش في الدنيا حاجة ما هنتمنى لكم صوما مقبولا إلا واحد لا اري قرآن ولا تفاهم قواعد اللقم انا هقوله يا شريف انت مستعدين ليه لان كلمة نتمنى دي يعني مستحيل ماش قانون ايه البديل يا بي اه ايه بقى مش هيتشلل سنة لو قلنا ادفع الافتار ونرجو لكم سوما مقبولا نرجو يعني بدل نتمنى دي فرق السمع على الارض هو ربنا قال واما تعرضان عنهم وابتغاء رحمتي من ربك ترجوها ولا تتمنىها قال ترجوها لانها ممكنة ماش انما لو كانت امبوسيبل بالفرنساوي قال تتمنىها طيح نرجو قلازم كده مزيعين يعرفوا الليلة من يحدث في مصر ان كلمة نتمنى لكم سوما مقبولا ويفتار نتمنى دي اللي بعيد انها تتحقق يعني مش هتحصل يا ليتاني وكنت ترابة الدنيا هترجع له تاني الراجل الشعر قال لا ليت الشباب يعودوا لاوما الشعر لانهم مبوسيبل يعني مع ان نخش ونرغب دي مهمة جدا عايز اقول لسياتك وحريحك جدا وحتبسط قوي من اللي انا هقوله لبلوك كلامي ولا حاجة خاص جملتين جملتين عايز تشرحهم في دلساعة انا جاهز الجملة الاولى من اول ما حضرتك قلت كوبية المياه لغاية التموين لغاية الابرة والصاروخ لجميع الموارد المية غير المية الاكل والشرب الامح الدين دي بحلها مشروط التعامل مع جميع الموارد بعدم الاسراف والتبزير تاخد حكتك زيادة بقينة في طائفة الله لا يحبها لانه ألكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فانت دخلت يا متجاوز دي حاجة فيه حقول لسيادتك على حاجة خاصة بالمي كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عدي على راجل صحابي جميل جدا اسمه سيدنا مولانا ابن مسعود فوقف شاف وهو بيتوضف يعني جاي بحلة وبياخد منها فعمل كده واحد اتمضمن التانية التالتة الرابعة انبى صبر عليه 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 الصلاة والسلام فغسل وشه اربع مرات وغسل جراعه اربع مرات ومسع على رأسه اربع مرات وغسل رجليه اربع مرات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن مسعود قال له نعم يا رسول الله قال له لقد اصرفت ياللي داخل تجيب الركعتين لله رب العالمين بقيت مع الذين لا يحبهم الله من المصرفين وليه فقال ابن مسعود قفل الماء صرف ده ما ايه يعني اللي احنا تمسك واحد تمسك خرطوم او زي السيد رئيس الجمهوري بقى النهاردة لو كل واحد عمل كده بقى خمسين مليون يعني الحساب يجمع مع العدد الكبير اللي بيعمل كده كل ده ماسك خرطوم ولي بيخسر العربية كل يوم والبرومة انشاء الله حتى كلها ولا باهم حاجة والدنيا كلها ولي بيستحمى بنيه ويمله أربع خمسين مرات ولي يعد يتوضي يعد يغسير لك في دراعه وفي أمر بكر وفي حمام بيته وفي سبع مرات وكأنه ما درس هذا الحديث وما مر على يحدث في مصر ليستمع إلى ضيف شريف بعمل رب العالمين هيا عميد كوليجيو درسات السلمية بجمعة العظم بجمعة العظم بجمعة العظم